القدرة الدبلوماسية للدولة وهم أكد أنهم على فكرة زي كده برضه هي دي قدرة القيادة السياسية والقدرة الدبلوماسية للدولة اللي بتمارس العلاقات السياسية في تبادل المصالح مع الدول كل دولة لها مصالح عند دولة أخرى هل في دول يا سيطة اللي هو بتخرب دول أخرى عشان تروج لصمات السلاح بتاعها الحروب دي بتقوم عشان شركات الأسلاح تشتغل أيوة كل الصراعات اللي على منطقتنا دي قبل السلاح ما تنتهي صلاحيته يخلص الزخير اللي عندهم ويخلصه لازم ألاقي البيئة المناسبة ليه بكل أسف أيوة إنما كده أنا ممكن قلت لك في الأول إيه إن تصنيع المحل للسلاح محتاج في البداية لأن ده عامل زي اللي ماشي على الجمر قرار جريء شجاع وطني خالص لمصلحة بلده ويصر عليه ويصبر وبعدين إزاي أنت تتبادل المصالح مع أصحاب المصالح الأخرى ولا تتصدم معهم لأن الصدام مع القوى الكبرى في الوقت ده مش هيبقى في صالحه وخاصة في الزمن اللي نقول المعايير اختلفت فيه كتير إيما كان فيه قبين متساويين كنت بتقدر تتحرك بحرية أكثر هنا عملية التوازن اللي ستك كلمت عليها في البداية فرقت فرقت بها أكثر من كم حطوة التوازن دلوقتي محتاج عقول وإدارة سياسية على درجة عالية من المهارة إنها تقدر تدير علاقاتها الدولية دون صدام ودون خساير يعني دي الفكرة إنك إنت ما تتعرضش مع إيرانها الدنيا مقلوبة عليه العراق لما حاولت تطلع إيه اللي حصل لها إذن فيه حاجات محاذير دولية أي دولة تتحط فيها لازم نعمل حساباته صح يعني أنا لما جاء وأكيد لما حاجة بتعمل بشكل منفرد غير لما بتعمل بشكل جماعي لما بقى بشكل جماعي كده بتقلل الضغط عليك بالزبط واللي عنده لليه مصلحة واحد عندي لما بقى أكثر من دولة عربية يبقى مصالحه اللي هتبقى هيواجهها واللي ممكن تتأثر تبقى أكثر إحنا كمان بنكلم على بعض الدولة العربية لها ثقل إقليمي ودولي لا يستهم به يبقى لما نضيف هذا الثقل ثقلنا العالمي والدولي في محيطنا العالمي زاد وبالتالي هيبقى اللي عايز يدر بمصلحة من مصالحك هيفكر بدل المرة عشرة وده إيه الردع الردع الاستراتيجي إن أنا بحط خصمي في موضع إنه لا مش هيضحب مصلحته قدام مصالح أخرى أكبر هتتكلم على أكثر من مصلحة يعني مندمجين في كيان واحد بالزبط يعني لو حاجة مش هتتعامل مع مصر منفردة ولا السعودية منفردة ولا الإمارات ولا الكويت ولا البحرين أنت بتعامل مع كيان أنت دلوقتي يعني إحنا عندنا إيه لو أنظر إلى الاتحاد الأوروبي أنت لو متيت بتتكلم معه مع الاتحاد الأوروبي كل دول الاتحاد الأوروبي قتلة قتلة وإنت لو عملت مشكلة مع دولة بيدخلوا الاتحاد الأوروبي كله إحنا للأسف عندنا جامعة الدول العربية خارج الخدمة بقالها فترة طب على الأقل يبقى لنا كيانات أخرى ولو تجمعات إقليمية عربية زي مثلا الاتحاد أو مجلس الاتحاد الجزيرة العربية اشتركوا في القناة